نروح للصومال وإثيوبيا واللي بيحصل فيها دلوقتي تقدر تشرحها لنا بطريقة مبساطة طيب ببساطة أنه الصومال بعد استقلالها قمت فيها دولة دولة كانت دولة وعدة وبدأ فيها نظام كويس وبعد كده الدولة ديت دخلت في حرب مع أثيوبيا أثيوبيا تحلف معها الغرب وتحلفت معها أمريكا وقدروا ينتصروا على الصومال الصومال بعدها تحولت لدولة فشلة يعني دولة مش عارفة تسيطر كان عندهم اقتصاد لإقتصاد النهار تماما بعد لما كانوا دولة عندها زرع عرب مثلا بيأكلوا على الأقل يعني يبقى عندهم مجاعات وبقى الموضوع صعب فحصل أنه قليم من الصومال اللي هو صومال لند عمل ما يشبه الحكم الزاتي وبعد كده أعلن استقلاله الاستقلال بتاع صومال لند ما فيش أي دولة في العالم معترف بيها اعترفت بيه يعني هو تايوان اعترفت بيهم بس هي تايوان نفسها مش معترف بيها يعني فيش دول معترفة تايوان فهو أقليم غير معترف بي دلوقتي أسيوبيا أسيوبيا في الأول كان عندها بحر البحر بتاعها دهوت في أقليم أريتريا أريتريا استقلت عن أسيوبيا هيا كمان أصبحت أسيوبيا الدولة الكبيرة دي دولة حبيثة ما تعرفش ما عندهش أي منفذ على البحر وعندها مشاكل مع أريتريا ما بتخلاصش فإيه اللي حصل راحوا لصومال لند وطلبوا أن هم يعملوا قاعدة عسكرية هناك لأسيوبيا مقابل أن أسيوبيا هتعترف ديه اللي حصل ده مخالف لمساكل الاتحاد الأفريقي اللي هو أصلا مخره أسيوبيا لأن التحاد الأفريقي بيقول لا إحنا معاه وحدة الصومال يعني إحنا أصلا ضد اللي انتو بتعملوه ده اللي هو مخره أسيوبيا من ناحية الثانية في قوات حفظ السلام موجودة في الصومال القوات ديها تبعيتها من؟ بعيتها للتحاد الأفريقي الصومال طلبت أن القوات دي يكون قوات مصرية فإحنا رحيين مصر مصر عمرها ما يتخش جيش المصري عمره ما يروح في بلاد بعيدة عن حدوده يعني إحنا رحيين بمهمة من الاتحاد الأفريقي ده أثار أسيوبيا لأنهم عندهم نيات سيئة أنت دلوقتي بكلمني عن الاتفاق بين مصر وإريتريا بين مصر والصومال إريتريا اللي حفاظ للصومال اللي حفاظ على الأمن في الصومال ده دي قوات راحة ضمن بعثة للتحاد الأفريقي ده دي أثيوبيا اللي أثيوبيا عندهم سؤنية هم تخيلوا أنه لما فيه قوات مصرية تكون بتحفظ الأمن والسلام في الصومال فهي كده هتضربهم وده مش يعني ده مش ما أعتقدش أن ده تفكيرنا ولا ده ولا دي طرقاتنا فقالوا أن احنا هندعم استقلال صومال لن اللي هو أصلا ضد خارات الاتحاد الأفريقي تاني اللي مخره موجود في أثيوبي يعني بص الموضوع داخل كله في بعضه فقالوا مع أنه أخلي بالك الصومال دي دولة عضو في جمعات دول العربية يعني بيننا وبينهم معادة دفع مشترك موجودة من 70 سنة ولا حاجة زي كده اللي حصل دلوقتي أنه أثيوبيا مصررة أنها تكمل في اللي هي عايزة تعمله مصررة أنها تعمل القادة العسكرية مصررة أنه طلعوا تكلمهم بشكل صريح أنهم عايزين القوات المصرية تمشي من الصومال مصر قالت أنها بتدعم الصومال وبتدعم وحدة أراضي الصومال اللي هو ضمن خرارات الاتحاد الأفريق وضمن خرارات المجتمع الدولي اللي أثيوبيا تعترض عليه هو ده دلوقتي اللي بيحصل مصر وأريثريا لأن أريثريا تهمها المنطقة يحدودها فمصر وأريثريا مع قانون الدولي مع شرعية دولية في الحفاظ على الصومال موحد أثيوبيا للأسف مع تفكك الدوليين لحاجة واحدة بس لمصلحة الصومال اللي في الآخر دولة ما فيهاش مخاومات دولة صغيرة فأثيوبيا قيت لها دون القاعدة وهنا ديكو مزايق اقتصادية وأنا أعترف فيكو فعشان كده أعرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر